بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة سنتمنى اللي تشوف هالفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدام الجداد والناس اللي التحقوا هالقناة نشكركم بزر على الدعم ديالكم المتواصل ان شاء الله أنا ما نبخلع لكم بالتحاجة هالحاجة اللي تستحقوها او تعاونوا بها ريوسكم غادي نحطها لكم غادي نحطها لكم ان شاء الله اي حاجة تحتاجوها غادي نحطها في هالقناة ان شاء الله اللي فيها خير وفيها قرآن وفيها ذكر وفيها الحاجة اللي غادي تنفعكم ما غاديش تدركم ومجربة مني او مجربة من الناس بالزاف اللي داروها ونجحت معهم اذا غادي نقطع التابعة بغيت نقطع التابعة اللي عندي اه متبوعة ديما متبوعة لا في المال ولا في الاولاد ولا في الزواج ولا في الزواج كينا المرأة اللي متبوعة على الزوج ديالها كينا المرأة اللي متبوعة على الاولاد ديالها كينا المرأة اللي متبوعة على صحتها كينا المرأة اللي متبوعة على الشعر ديالها كينا المرأة اللي متبوعة على النظافة ديالها على النقى ديالها على حياتها الزوجية على ولداتها مربيين على النظام اللي كين في البيت او كين المرأة اللي محسودة على ايمانها وعلى التقوى اللي اعطها الله وعلى استقامة اللي اعطها الله على سكاتها على حكمتها اذا انتهت شي تي تبعو عليه الناس اي حاجة المرأة ولو ما تبوحش بالاسرار ديالها الناس يشوفوه تيحكمو تيحسدوك غير على الطلة ديالك اللي عرفتي تناسقي الالوان تلبسي مزيان او انك كل شي تتبعي عليه تابعة انك متبوعة الوقت اللي انت تشد فيك تابعة تابعة العين وتابعة الحسد او تابعة ديال السحر السحر يكون مخطة او كين السحر تجديد بعد الاحيان السحر تجديد كين بعد الاحيان تيكون انسان ما تيخافش الله تيجدد الاسحار من الشهر الى الشهر اذا تيكون حسد وعين وتابعة من ادية البشر ادية البشر مع ادية الجن اذا احبابي نطلب الله سبحانه وتعالى يبعد عليكم ويبعد علينا شر شياطين الانس والجين دي ما تنقوله اذا انا بغيت ان شاء الله نعطيكم هاته السيغة اي مرأة عندها ولدها قرأ وما خدمش ادية اللي هاد الوصفة ان شاء الله بحول الله وقوته البنت اللي البنت اللي عندها مشكلة تخدم الفلوس عندها متبوعة فيهم او الصحة ديالها او القرية ديالها او اي حاجة متبوعة فيها ادية لها السيغة ان شاء الله السيغة هي عبارة على مكونات اللي غتشريهم ولكن غدي تستعملهم وغدي تلحيهم اما في بحر واما في نهر واما انك خاصتك تحفري لهم في واحد الغابة او تراب بعيد على المنزل تحفري لهم في تراب بعيد يعني البيت اما في غابة واما تلحيهم في بحر واما في نهر اذا عندكم الاختيارات كاملة اول حاجة غدي نشري مقص جديد بعد ما شرنا مقص جديد غدي ناخد شفرة الحلاقة جديدة غدي ناخد مقص الاضفار غدي ناخد صابونة جديدة غدي ناخد واحد البروصة ديالشعر اه وغدي ان شاء الله بحول الله وقواتي غدي ندف الماء ديال الماء اللي غدي نعوم به على هاد المكونات بعد ما غدي ندخل الغرفة ديالي وغدي نحيد التابعة ديالي من جميع الشعر ديالي من الشفار من اي حاجة من العانة ديالك من اي شعر في اي مكان غدي تحييديه الادفار ديالك تومة غدي تحييديهم غدي تقطعي شيء قليل من الشعر ديالك شيء قليل غدي ان شاء الله تقطعي الادفار ديالك من رجليك ومن يديك غدي ان شاء الله بحول الله تمشطي الشعر ديالك وتقطعي شوية من الشعر وتلوحي هديك البروصة هي اللي غدي تعومي عليها مقص الأدفار تهوى غادي تقطعي الدفار ديالك ديالي يديك ورجليك وتحطيه فيه الوعاء اللي غادي تعومي فيه الشعر الشعر العانة الشعر الإبط أي حاجة عندك فيها الشعر غادي تحيي دعا إذن أنا حييت قيع الحاجة اللي عندي في الجسد ديالي غادي غادي إن شاء الله بحول الله وقواتي أي حاجة غادي ننظفات الودنين ديالي غادي ننظفهم بالقطن ديال الودنين واللوحو تهوى غادي نعم عليه إذن أنا نقيت قيع الجسد ديالي غادي ندخل واحد الوعاء إلى الغرفة ديالي غادي نحط فيها هذك المقص ديال الأدفار وديال اللي قطعت به الشعر ديالي البروصة أي حاجة قطعت بها آلة الحلاقة أي حاجة الدفار ديالي الشعر ديالي غادي نعوم عليهم غادي نعوم عليهم غادي ناخد واحد السطل صغير غادي نضيف ليه كاس الماء الورد وغادي إن شاء الله نعوم على هذك الأهلات اللي قطعت بهم قاع الحويج اللي قطعت لكم غادي الوقت اللي نخوي ديك السطلة من فوق رأسي نخويها من فوق رأسي إلى القدمين نقول رمية التابعة رمية التابعة ديال العين ورمية التابعة ديال الحسد ورمية التابعة ديال السحر رمية التابعتي وهي الزهري رمية التابعتي وهي الزهري ثلاث مرات غادي نخرج من هدك الوعاء اللي في هدك الماء مع هدوك الآلات غادي ان شاء الله بحول الله وقوتي نشف الجسد ديالي مزيان وغادي نلبس حويج ديالي بعد ما نجمع هدك الماء غادي نصفيه من هدوك المكونات كاملين غادي ناخد صفايا نصفيه من الشعر من الأدفار من المقص ديال أي حاجة قطعة بها وغادي ندير لهم بلاستيكا بيضاء وغادي هدوك نخليهم حتى نديرهم المكان اللي غادي اللحوم فيه أما الماء غادي اللحو خارج المنزل غادي اللحو ما مقرأ عليه تقرأة ولكن غادي ترميه بعيد عن الناس باش أنه تحد ما يتصاب بتابعتك هدك الماء التواحد ما غايتصاب بتابعتك غادي تمشي تلوحي في الخلاء وتقولي رميه تتابع والزيت الساد تكون شي شجرة أو أي حاجة أو تراب الرميه فيه إذن بعيد عن الناس سنقول أنا بعيد عن الناس مهم اللح هذه الماء بعيد في الخلاء أو لأي مكان يكون ما يكون شي بلاصة نجيسة المهم بلاصة تكون إما تراب وإما شجرة أو أي حاجة اللح في هذا الماء أما المكونات اللي قطعت بهم أو المقص اللي قطعت به وشعري وذلك الشي اللي بقام صفي غادي ندير واحد الصاشية غادي إما اللحو في البحر ولللحم اللحم في النهر واد وإما نمشي شي غابة ندفنهم ندفنهم نحفر واحد الحفيرة ونرمي هذوك الميقص وأي حاجة نرميهم ونخليهم الرمي عليهم والطراب ونخليهم الحاجة اللي تدفنات ما تتبقاش تخرج إذن إنسان اللي قطعت تابعة هتحاولوا أنكم نعطوكم بعض النصائح إلا قطعت التابعة شنو خصك تديري التابعة هي اللي تتأثر على البنت متتزوش التابعة هي اللي تتأثر على المرأة في ولادها بصحتها في مالها تتكون ديما مريضة ومتبوعة الولد إلا كانت تتابعة متبوع من العين عين الجن والإنس غادي يتصاب بخمول وما يخدم ما يقرأ ما يدير تحاجة إذن غادي ديروا هاد الحويج اللي غادي نعطيكم الحويج الحويج اللي غادي تديروهما الملابس ديالكم متسلفوهمش إلا أعطيسي واحد الحاجة نعطيها ومن ناخدهاش إذن قطع التابعة خصك تعرفي أنك إلا أعطيسي واحد حاجة متتاخدهاش ولكنت الأخذ ديالك معاك تتكون عارفك أنك قطع التابعة ما غاديش تاخد أي حاجة ديالك إذن هادو نصائح فقط أنتو ما ديروا هادو الوصفة واعتمدوا على هادو الوصفة لأنها وصفة مغربية قديمة كانوا تحيدوا بها التابعة بكري وكانوا تتنجح مع الناس بزاف قطع التابعة الناس ياخدوا سرغينات يتبخروا بها يوم الأربعة يوم السبت باش يكملوا الوصفة ديال طرد التابعة إذن هادو الوصفات إلا سبب ولكن قطع التابعة غادي تبقاوا تقرأوا صورة الصافات دائما كل ليلة أتقطعوا التابعة بالمرة إذن أحبابي لعجبتكم الوصفة خليوا لي لايك دعموا القناة تبعوا الجرس تابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته